موسيقى مشاركة الأحزاب هاي أنا للأسف ربما الآن أتحدث بكلام قد لا يطيقونه لكن للأسف حقيقة يجب أن نواجه بكل وضوع بكل جراء الأربعين حزباً الذين يشاركون الآن بحدود 385 مرشحاً كل هذه الأحزاب أو معظمها في غالبيتها لم تشارك من أجل أن تفوز وأن تصل إلى البرلمان وإنما تشارك من أجل أقولها بصراحة من أجل أن تحصل على السلفة المالية التي نعم سمحت بها تعديلات قانون التمويل السياسي للأحزاب ولذلك أيضاً هم يريدوا أيضاً أن يقدموا عربهم صداخل أسلفت من الممكن أن تشجع الأحزاب يطلعوا دعنا نحكي وجه لهم هذا يعني يكون فعلاً يمثقلهم يعبر عنهم أحكي لك شيء يكون في فعلاً نائب حزبي هذا ما أتمنى أنا كناخب وكمراخب لكن دعينا نرجع قليلاً للوراء لمجلس 18 ولنعود إلى الإحصائية الرسمية التي تتصدر صفحة الهيئة المستقلة للانتخاب على الموقعهم الرسمي يقول لك هناك عندنا عدد كبير من الأحزاب بحدود 32 أو 33 حزبي كانوا موجودين كنواب في المجلس الثامن عشر نعم أنا أربع سنوات بغبط المجلس وقبل ذلك نعم أنا لم أسمع نائباً من هؤلاء 32 أو أكثر قال أني أنا أمثل الحزب الفلاني باستثناء الإسلاميين باقي الأحزاب الأخرى يعني هل تجربة الأحزاب غير ناضجة لدينا في المملكة؟ نعم ليست ناضجة ليست ناضجة طيب بنتقل إليك أستاذ عمر يعني يمكن فرص وصول غالبية الأشخاص الحزبيين أو في هذه الأحزاب تبقى محدودة لأنه يمكن دائماً العديد من الأشخاص خلاني نحكي بيعتمد على المخزون العشائري اللي عنده ويعني يمكن كمان أيضاً ما في جمهور عندنا بالمملكة الأردنية الهاشمية للأحزاب برأيك هاي الحالة هل من الممكن فعلياً أن تؤثر على وصول الحزبيين أو على تشكيل نواب حزبيين في المجلس البرلماني التاسع عشر؟ يعني تقريباً من نحكي عن حوالي 21% من المرشحين الحاليين هم في أحزاب منظمين ومسجلين رسمياً ولكن أنا بدي أقدم قبل ما أرد على سؤالك أثناء عملنا في مراقب التسجيل المرشحين كراسد كنا نقابل أعضاء أحزاب مترشحين نعم عند سؤال مثلاً راصد لهذا المترشح أو المترشحة هل أنت عضو حزبي؟ يقول لا ونحن نعرف أنه عضو حزبي لأنه ينكر أمام دائرته الانتخابية بأنه عضو حزب لأنه يخاف بهاي المرحلة أنه يفقد الأصوات على الصعيد الآخر في ناس لا كان يفتخر أنه عضو حزبي ونحن هاي الحالة اللي بدنا إياها يعني بجوز أختلف شوي مع الأستاذ وليد بفكرة نظام التمويل وهو المال السياسي القانوني خلينا نحكي المشروع المشروع اللي لازم يستعمل حتى لو الأحزاب ما نجحت بالعكس خوض التجربة ووجود الأحزاب يمكن أن ينضج الحياة الحزبية في الأردن يمكن أن ينضج الفكر الموجود لدى الأحزاب بالوصول إلى السلطة من خلال البرلمان فهذا جزء أعتقد مفائل نوعا ما وإيجابي نوعا ما ونظام تمويل الأحزاب يعني وضع الأحزاب على المحك إذا ترشحت وأخذت مقاعد يعني سوحزت بما معنا بالزبط نحن الآن كوزارة شؤون سياسي وكحكومة هاي نظام تمويل الأحزاب تفضلوا ترشحوا خدوا مقاعد وخدوا مصاريكوا كمال سياسي مشروع وهذا جزء مهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر